دليلة واللي حصل مع دليلة اللي هو السؤال اللي انا بحاولها هرب منه طول وقت لان بيوجع قلبي جدا بس انا شايفة ان انت حولتي من حاجة ممكن توجع قلبك انت كأم انت عملتي حاجات ايجابية كتير جدا وقفتي قدام موقف صعب جدا برغم صغر سنك يا يسرة فدي حاجة تحسبلك قوي 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 وعديتي المرحلة اعتقد يعني مش هعارفها بس انا كنت متابعة من بعيد لبعيد بصفتي كامة بقى مش بصفتي اي حاجة تانية بجد وكنت متابعة من بعيد لبعيد عشان بس ابقى متطمنة الموقف بتاع دليلة ده كله عمل فيك انت ايه? ام هو هو الموقف بصي هو الواحد بيعادي بمراحل يعني فيه في الاول واحد مش بيبقى مصدق اذا انا بنتي يعني انا كل سنة النص اللي فيها دي مكادش سمعاني وانا بتكلمها مع ان هي بقى زكية جدا احنا كنا كلنا متخنة هي سمعانة يعني فيه مازيكة كانت بتهز راسها بتحس بقى بتشاوري لها حد يخش القوضة بتبص بس هي لمحكي بترفع عينها فما حدش كان ممكن يشك بس ام فيه بقى كزا مرحلة لوحد بيكتائب في الاول وبعدين بيبدأ يفكر لا انا مش يفضل لازم احل بسرعة عشان كل ما هحل بسرعة كل ما الطفل ده هيبين حياته هتبقى شكلها عامل ازاي? ام ما قدرش اقولك ان المرحلة خلصت المرحلة الصعبة قوي خلصت بس هي كل مرحلة لها صعوبتها يعني وهي بيبي احنا لسه جداد في الموضوع لسه ياخدين الصدمة لسه لازم نريد نشرح لكل الناس نعمل ايه لسه احنا بنتعلم نعمل ايه بس فيه كل مرحلة يعني دوات هي في مدرسة طب فبتقولي مسلا انا مش عايق انا هو ليه اصحابي معندهم مش نفس فكل مرحلة هيبقى فيها صعب وما انه متوقع فترة المراكة هتبقى اسعب فيعني انت هتعدي من صعوبات من صعوبات تانية فكل شوية كل ما هتتأقلمي على مرحلة هتلاقي في مرحلة جديدة بتبدأ هي اعطاك بتبقى الحالة النفسية وان هي تكون متصلحة مع 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 الوضع مع نفسها هو دي اكتر حاجة مفوضة ان تشتغلي عليها هو مشكلة مش بس هي مشكلة الناس اللي حواليها يعني بقيت الاطفال برضو لعنهم خمس ست سنين برضو اكيد مش فاهمين فممكن حد يقول حاجة والبولينج التنمر التنمر يعني في تنمر حتى في العادي انا عايز اقولك ان انا انا اتلعت حتى برجانيا كان معي بنتي قبل كده وكانوا برضو بيتنمروا بياه كانت مليانة شوية دلوقتي خست جدا جدا مس كانت مليانة شوية فكان برضو نفس الحكاية ده يعودوا يقولوا انها دي طرق كلها انا شايفة بقى ان هنا دور السينما دور الدراما هنا دور الفن والثقافة انها تعمل توعية انا مش عارف انقلك المعلومات دي كلها من خلال كتب ولا من خلال الانترنت ولا من خلال دروس بس من خلال فيلم من خلال اه هو ده هو ده دوركو النهاردة انتو فين بقى يا اصدقى انك تشوفي بقى بقيت الاهالي يعني انا بسمع برضو بقيت بعرف بقى اهالي كتير لناس عندهم بقى اعاقات مختلفة فيقولك مسلا انا بقيت بشوف الجروبز على الفيسبوك ام تقولك انا ابني مسلا عنده مسلا اه وبدي قوي لما بلاقي بقيت الامهات بيشيلوا ولادهم يعني الطفل ده عايز يلعب معهم مسلا على المرجحة او وتفر ففيه جهل من الاهالي التانين فانتو انتو مفروض تعلموا ولادكو زي يتعاملوا مع ناس مختلفة عندها مشاكل مختلفة عشان الناس دي هتعيش في المجتمع احنا بنحاول هو على فكرة هي مش الاطفال اللي عندهم مشاكل الاهالي اللي المفروض يتأقلموا على المجتمع هو المجتمع اللي هو اللي يهيأ نفسه للتعامل مع الناس اللي محتاجة مساعدة فهمة يعني هو المفروض الدور على المجتمع مش على الشخص اللي عنده الاعاقة فهمة الفكرة عشان المجتمع عنده القدرة ان هو يغير ويتعلم ويتطور من نفسه ويهيأ لهم بس الشخص اللي عنده الاعاقة ما عندهش القدرة دي فهمة الفكرة فبنده قوي لما بنلاقي اهالي تانين مسلا يتوتروا عشان فيه طفل مسلا مختلف او عنده اي مشكلة مفروض يربوا ولادهم انه دا عادي عادي جدا مش من باب الشفقة باب انه عادي مش كل الناس زي بعض بس يعني نتعامل مع الناس مختلفة وعادي يعني هو فعلا انا انا مش انت وانتي مش هي وهو مش هو وكل واحد عنده حاجة ممكن تبقى ضعيفة في يعني زي مسلا اللي بيتوتول مسلا عنده مشكلة مسلا سقبة في القلب وعنده مشكلة في القلب اللي عنده حاجة في السدر حساسية ازمة اللي دوا في ناس على فكرة شحيتها كويسة بس هي مش مش سوية layer يعني فمش لازم كل حاجة تبقى ظاهرة من برا عشان في حاجة غلط يعني